تعالوا، ليه 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 تعالوا فعلا زي وقلت الموضوع شوية صعب هنحاول نبصاته على القادة بنقدر من أول الستينيات والراك اندرال ده أفكار اللي كلها عملت تلخبط فاتكلمنا ميلاد الفكرة بعد كده بقى بنتكلم على البرينستورني العصف الزهني عصف الأفكار عندنا واحدة اسمه أليكس أوسبرد ده أمريكاني سنة 1953 بعد انتهى الحرب الكورية الحرب الكورية دي أثرت على الإقصاد الأمريكي بشكل قوي فهو كان هو فاوندر مع مجموعة شركة دعاية وإعلان شغل وقع خاص التسويق دعاية الأفكار بس هو استفاد قوي قوي من نظرية اللي نحن كلمنا عليها وشبهناها بالولادة بتاعة جرهام ولس اللي كانت 1923 ومعينه هو نظريته إنه ممكن ناخد من الأفكار ونطلع بأفكار دي كان الفكرة من الأفكار الأساسية اللي يطلع بيها بفكرة العصف الزهني أو الbrainstorming فكر في إيه؟ قال لكم إيه سألوا مرحلة الpreparation اللي نكلمنا عليه هي التحضير دي موجودة بس ما تنفعش بالpreparation مفتوحة كده فعمل في البداية حاجة اسمها orientation يعني الخطوة الأولى orientation دي خطوة مهمة جدا 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 إنه إحنا الأول نحدد للمجموعة اللي هنشتغل معاها ونعمل لها التحضير بالpreparation هو إحنا عاوزين إيه بالظبط؟ راحين لفين بالظبط؟ الهدف من هذي الورشة الخاصة بالعصف الزهني إيه بالظبط؟ فبالتالي لازم نحدد تحديدا إنه النقاط اللي إحنا عاوزين نتكلم فيه ويمكن كان فيه ريل إحنا اتكلمنا فيه مثلا وكان حلو قوي ماشي كويس قوي وأنا كنت سعيد بمشاركتكم تفاعولكم معايا لهوه بتاع العيد وكعك العيد وحكاية كعك العيد ده عيد كعك الكعك لهو حكاية هو أصله فرعوني زي حاجات كتيرة جدا لكن قل قوي استخدامه إيه لأن جاءت الدولة الإفشدية انتشر جدا ليه بقى؟ لأنه حطوا جواب دانانير فطبعا الناس كانت بتاكل الكعك عشان ادي نار الكعك طبعا صنعته بقيت مش حلوة لأنه عامل زي الفورشن كوكي كعك الحظ الصيني اللي هو الناس بتاكله علشان الحظ اللي جواه مش علشان البسكوتة نفسية لكن في العصر الفاطمي اتحسن جدا جدا وفضل الكعكة حلو لغاية دلوقتي ينتهي الريب بسؤال تفضل الكعك اللي هو مش حلو وجواه دينار ولا الكعكة اللي هي معمولة حلوة مخدومة حلوة تدفع فيها الدينار السؤال ده اتعمل ازاي علشان ناخد منه تحليلاته ده الوالوريونتيشن ازاي توجه مجموعة العمل عشان احنا مش فكرة عصف افكار افكار كتيرة وخلاص عاوزين نطلع بيها بفكرة كمان غمضة لأ دلوقتي التسويق وقالان يعني عاوزين نطلع بأفكار نعرف نزوقها السؤال ده وجه ازاي لو كان السؤال ده اتقال انه فرعوني وكان مرتبط بشعائر دينية يبقى دخلنا هنا دينة كان ممكن الناس تتكلم على الكعك بشكل مختلف لو حددت الدينار ده قمته ايه فيه ناس كانت كتبت لو دينار كويتي تفرق ما قلتش انه دينار دهب يعني الاخشيديين كانوا بيحطوا دينار دهب لانه هنا كانت الاجابات هتختلف خالص لو كانت دينار دهب في مقابل انك تدفع دينار وتشتري كعك وكمان عشان نعمل الوريونتيشن شلنا حكة البعد السياسي الاخشيديين لما عملوا الدينار الدهب حطوه جواده علشان الناس تشكر الامرة ويبقى لهم شأن ويحببوا الناس فيهم لما قلنا في الدولة الفاطينية ما كان برضو هما دفعوا فلوس كتير ودفعوا دانير كتير عشان يعملوا كعكة حلو بس الكعكة كانت كبيرة ومكتوب عليها كل واشكر مولانا بمعنى في بعض السياسة شن البعض السياسي والبعض الديني كل الامعاد عشان احنا عوزين نوصل لفكرة معانا اللي هو السؤال اللي قلناه تدفع دينار ولا تاخد كعكة بدينار ده حلو ده وحش بمطاع البساطة فده نموذج لفكر الوريونتشن ان انت بتوجه المواضيع وتفكر فيها عشان تطلع بنتائج محددة ده الوريونتشن بعد كده البريباريشن ما احنا دلوقتي ما بقيتش بس هناخد افكار كتيرة من كل الناس المجموعات هما كانوا يعملوا مجموعات عمل العصف الزهني للبينستورم من خمسة الاثناشر ما تتبقاش اعداد كبيرة جدا جدا ممكن تبقى كذا مجموعة ويسألوا اسئلة محددة عشان احنا عوزين نطلع باجابات محددة ده اللي اسمه البريباريشن الاعداد هنا المسال اخدت مفهوم تاني في البرينستورمين عن فكرة جراهم والاس بتاعت كريتب تينكينج بعد كده بيعملوا حاجة اسمها اناليسيس تحليل يعني احنا عندنا بالتحليل للكده البسيط حوالي تسعة واربعين في المية مع انهم ياكلوا كعكة حلو مخدوم كويس بتفع فيه دينار وقالوا حتى مع ناس كافيه بقى كعكة جميل المجموعة تانية بنسبة مش قولي قالت لا ناخد الدينار في ظل ظروف الصعبة دي وفيه حد طلب انه ما ناخد الكعك اللي هو وحش بدينار ونشتري بالدينار كعكة حلو كل دي كانت افكار بتحلل بنعملها عملية تحليل ونقول كم في المية هنا كم في المية علشان قبل ما تخش مرحلة قبل ما تخش جوه مجموعة العمل او شخص حتى هيعمل هياخد الافكار دي كلها تبقى الموجودة عندو عشان فكرة تتبالور 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 اللي هو علشان تعمل بس هو اله اalom zdeلمنها عندو أن الفكرة طلع نورت لقاها القاها الفكرة جات الفكرة جات القدة اسم جنبها الى هي الخاص الثقة محصرة الافكار دي عشان تبقى حاجة واضحة هو المحصرة الالم بهم نشن اللي حصلت ان تنويرة دي هعوز ألها ايه تطلع بقى و تتحقق وتتشاف الفكرة التسائية دي 丈 عيش ولا مش هتعيش بعد كده تعمل لها تتشاف بقى الموضوع ده. طب ببساطة عملية البرينستورمينج دي رفعت الشركة بتاعتها حققت إرادات وأرباح طائلة وإلى الآن. كل شيء أي شركة كبيرة بتسمعها حتى مايكروسوفت بكل الفلوس اللي بتعملها موضوع البرينستورمينج عصف الزهنية عصف الأفكار تبادل الأراء مع الناس تبادل وجهات النظر مع بعضية هام جدا جدا جدا. اشتركوا في القناة